الحمد لله الحمد لله القائل في كتابه العزيز إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الآحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداء وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت تحيي وتميت بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله وعسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة بلغ الرسالة وأدى الأمانة صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه داه إلى يوم الدين وبعد فحديثنا إن شاء الله على إيجازه زو شجون نظرا لما نعيشه من أحداث متلاحقة فبداية ومهما كانت الأحداث ومهما كانت النوازل أو مهما كانت الشدائد لا يمكن أن ننسى شهداءنا أبناء الوطن الأوفياء الذين ضحّوا بأنفسهم في سبيل وطنهم يوم الشهيد يوم الشهيد تحية وسلام يوم الشهيد تحية وسلام بك والنضال تؤرخ الأيام كيف لا ورب العالمين عز وجل لم ولن ينساهم حيث يقول سبحانه ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ويقول سبحانه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يعزقون ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم ليس شيء ليس شيء أحب إلى الله عز وجل من قطعتين وأصرين قطعة دموع من خشية الله وقطعة دم في سبيل الله وأما الأصران فأصع في سبيل الله وأصع في فريدة من فائد الله ويقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يكلم أحدكم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح المسك ومن إقرام الشهداء أن نكرم أصعهم وزويهم أن نكرم آباءهم وأمهاتهم وأن نعنى بأبنائهم وأسرهم فإكرام الشهداء وأسر الشهداء إكرام للوطن ووفاء بحق الوطن وعلى كل منا واجب تجاه هذا الوطن وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق وعند الشدائد تظهر معادن الرجال الطبيب في موقعه والمهندس في موقعه والعامل في موقعه ومن هنا نوجه تحية تقدير لكل عامل وكل وطني شعيف يقف إلى جانب وطنه وقت الشدائد نوجه التحية إلى عمال الخدمات الذين يصحرون الليالي لا يلون على شيء إلا على خدمة هذا الوطن في ظل ظروف جوية سواء من رجال المطافق أم من رجال الإسعاف أم من رجال المياه أم من رجال الكهرباء أم من رجال الصرف الصحي أم من رجال المخابز أم من رجال المرور أم من رجال الجيس والشرطة الذين لم يناموا ولم يناموا ولا يمكن أن يناموا عن حماية وطنهم مهما كانت الأحداث والظروف تحية تقدير لكل وطني يقف إلى جانب وطنه وقت الشدائد ونؤكد لهم لستم وحدكم فكل قيادات الدولة كبيرهم وصغيرهم الجميع على قلب رجل واحد في خدمة هذا الوطن على مضاعي الساعة سائلين الله عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها وأمنها من كل سوء ومكروه وأن يجعل هذا الغيس غيس رحمة لا غيس عذاب نسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا الغيس غيس رحمة لا غيس عذاب اللهم اجعله سقيا رحمة لا سقيا عذاب واحفظ أمننا واحفظ مصرنا واحفظ أوطاننا واجزي كل من يقوم على خدمة هذا الوطن خيار الجزاء في الدنيا والآخة وتوبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وعلى سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى في هذه اللحظات ووقت الشدائد والنوازل يجب أن نأخذ بتوصيات الجهات المختصة في الوزارات المختصة وتعليمات الدولة الحريصة على كل أبنائها وفيما يتصل بجهات وزارة الصحة بتحري أعلى دراجات الحيطة والنظافة والإجراءات الوقائية أكدنا أن ذلك يتسق مع تعاليم الإسلام التي تدعو أصلا إلى النظافة والتطهر حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم التهو شطه الإيمان نصف الدين النظافة والتهارة التهو شطه الإيمان ويقوله الحق سبحانه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الذين يُعنون بالتهارة على أعلى دراجاتها وكان من أوائل ما نزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر قم فأنزر وأبك فكبر وثيابك فطهر وقال صلى الله عليه وسلم طهروا أفنيتكم بيوتكم أماكن العمل الأماكن العامة فالتهارته نصف الإيمان وقد أكدنا أن هناك فق للحياة العادية وفق للنوازل والشدائد فق النوازل والشدائد له أحكامه الخاصة ومن هنا قلنا أيضا يستحب يستحب في هذه الأيام عدم الإقصار من المصافحة ولو تمكنت من طركها لكان أولى وخاصة أن التوجيهات الطبية تقول أن المصافحة أحد طرق نقل العدوى إن لم تكن من أهم طرق نقل العدوى فلا حاجة وأنت في فقه النوازل والشدائد أن نتجنب المصافحة ما أمكن ما أمكن وعلى الأقل لا تكسر من المصافحة بلا داعد أما المعانقة وهنا نستفيد من الأحداث ومن قضايا التجديد لعل في الشدائد ما نتعلم منه في حياتنا ونصحح بعض عاداتنا الخاطئة مسألة المعانقة المعانقة عند المالكية عند الإمام مالك وفي فقه المالكية تقاه أصلاً في النوازل وفي غير النوازل وتقاه أيضاً عند الأحناف قال بها الإمام أبو حنيفة وصاحبه الإمام محمد فعند المالكية وعند الإمام أبي حنيفة وعند الإمام محمد تقاه المعانقة لا في النوازل ولا في غير النوازل تقاه مطلقاً وعند الشافعية تقاه إلا لقادم من صفر سلاسة مذاهب من المذاهب الأربعة تجعل المعانقة إما مقروهة أصلا أو تقاه إلا لقادم من صفر كما عند الشافعية وقال الحنابلة وأبو يوسف بجواز المعانقة وهذا الجواز مقيد بغير وقت النوازل وبما إذا كان لا يتعتب على المعانقة أي ضرر ومن هنا نقول من الأولى الأغذى باء غالبية الفقهاء بعدم المعانقة أصلا وبالتخفف من المصافحة حفاظا لأن الحفاظ على الأواح مقدم على كل شيء ونؤكد أن على الإنسان إذا أحس بأعراض من التي تحز منها وزارة الصحة أن يعمد إلى عدم إيزاء الأخين وأكدنا أن الإنسان المصب بأيداء كالإيزك هنا أيداء يمكن أن يؤدي إلى الوفاء إن تعمد نقله إلى الآخرين إن تعمد نقله فنقله إلى إنسان فمات فهو قاتل عمدا وإن نقله تساهلا وإهمالا ولا مبالاة فمات به إنسان فهو قاتل خطأ فعلى من أصيب بدا أو أحس بأعراض أن يبلغ الجهات الصحية وأن لا يختلط بالآخرين ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ما أختم به بعض الناس يتحدثون ويقولون هل كل ما يحدث سواء من فايروس كورونا أم من الأحداث الطبيعية والمناخية لها علاقة بقضية الساعة قضية الساعة كما قال الحق سبحانه إن الله عنده علم الساعة يسألونك عن الساعة أيان موساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو بعض الناس يخرج الآن الأحاديث التي تحدثت عن قرب الساعة قرب الساعة ليس وليدي اليوم منذ أن نظر القرآن على سيدنا محمد رب العزة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وما يضيك لعل الساعة تتكون قريبة فهذا القرب أهم من هذا ماذا أعددت أنت هب أن الساعة بعد مليار السنة أو غدا المهم ماذا قدمت أنت لما سئل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة حتى يخص المنجمون والمشعوثون ومن يبحثون عن الشهر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل متى الساعة إن نبي يقول ما المسؤول عنها بأعلم من السائل إذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا لا أعلم مسؤول بأعلم من السائل فمنزل الذي يجازف بعلم الساعة وأصول الله يقول ليس المسؤول بأعلم من السائل لكن سأله آخر مات الساعة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أعددت لها ماذا أعددت قال أعددت لها حب الله وحب رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت والمهم عندما تكون هناك أحداث طبيعية أو وفاة صديق أو عزيز أو شهيد أو إصابة في المال أو الولد الشدائد لا تقابل بالجزع ولا بالسخط إنما تقابل بأمرين بالرضى بقضاء الله وقضائح وبالتدرع إلى الله لأن الله يقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تدرعوا فلولا إذ جاءهم بأسنا تدرعوا إن الله يستعتيبكم فأعتبوه عودوا إليه الشدائد لا تقابل لا بالسخط ولا بالجزع إنما تقابل بالرضى بقضاء الله وقضاءه وبالتسليم وبالتدرع إلى الله وبالتعاون والتكافل وأن يأخذ قوينا بيد ضعيفنا وغنينا بيد فقيرنا وأن يغيص بعضنا بعضا وأن نخلص لهذا الوطن نسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا المطر وهذا الغيس سقيا رحمة لا سقيا عذاب اللهم اجعلوا سقيا رحمة لا سقيا عذاب اللهم أمنا في أوطاننا اللهم أمنا في أوطاننا اللهم احفظ مصرنا وسائر بلاد العالمين من كل سوء ومكروه وزقنا الرحمة والتراحم والتكافل والتعاون وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد ويا عبد الله أقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقتا